القاضي طارق البطار صامد في وجه محاولات قبعه في معلومات صوت بيروت انترناشنل أن استئناف جلسات التحقيق في قضية انفجار المرفأ سيعود إلى الحركة في وقت قريب بعد قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزأ الله فصل ملثي طلب رد البطار ورد القاضي نسيب إليا وهذا هو القرار الصادر في 23 تشرين الثاني 2021 هذا تطور القضائي يشكل ضربة قاضية لمنظومة العرقلة عبر القاضي حبيب مزهر الذي تجاوز التكليف المعطى له واتخذ قرارا من خارج صلاحيته لإعاقة التحقيق وأهمية هذا القرار أنه صادر عن أعلى المراجع الاستئنافية ويدين مزهر الذي يجب أن يخضع للمحاسبة القضائية لا سيما وأنه عضو في مجلس القضاء الأعلى وهكذا عاد قرار البط بدعوة الرد الأصلية المقدمة بحق المحقق العدلي إلى الغرفة رقم 12 برئاسة القاضي نسيب إلية والقرار عنها سيصدر خلال ساعات إذن يستعد البطار للعودة إلى مكتبه بعد نفض محاولات التعطيل وأول ما سيبدأ بالاطلاع عليه صور الأقمار الروسية الاصطناعية لانفجار المرفأ التي تسلمها لبنان وسلمت إلى رئيس الجمهورية على أن ترسل إلى البطار وتكشف مصادر روسية أن الرئيس الروسي كان استغرب تأخر الطلب اللبناني أكثر من عام وفي المعلومات أن البطار سيقوم بتكليف اختصاصيين لدرس شكل الانهيارات التي حصلت بعد الانفجار وفق ما ستظهره الصور ما قبل وما بعد والصور ستكشف أيضا كيفية الدخول والخروج من العنبر رقم 12 قبل الانفجار والمكان الذي حصلت فيه شرارة الانفجار في البداية ومقارنة المكان مع موضع النيترات والمفرقعات وما إذا كان هناك من مواد متفجرة أيضا ويقول خبير متفجرات لصوت بيروت انترناشنل أن الصور القليلة التي سبقت الانفجار ستقدم معطيات إضافية لكنها على ما يبدو لن تقدم حسما نهائيا حول ما إذا كان تعرض المرفأ لضربة جوية إذن لبنان والعالم وأهالي الضحايا باستثناء منظومة الفساد وحزب الله بانتظار قوة دفع جديدة في التحقيق لسيما وأن القرار الضمي رسمت أطوره ومتوقع صدوره مطلع العام المقبل